في الحقيقة بحاجة لتدقيق الكلام هل هناك تميز بين الموقف الأمريكي والموقف الفرنسي؟ نعم هل هناك مصالح فرنسية يريد الحفاظ عليها ماكرون في علاقته في إيران؟ نعم ماكرون يريد بعد الانتخابات الأمريكية إذا ما ذهبت أمريكا وإيران إلى عقد اتفاق ما أن يكون شريكا في هذا الاتفاق وأن يحفظ له مكان لكن أن نأخذ هذه المعطيات الحقيقية هي حقائق ونضعها في الواقع اللبناني على طريقة اقتطع والصق فهذا عمل تبسيط للأمر من الواضح أن الأجندة الفرنسية في لبنان بمضمونها وعمقها لا تختلف عن الأجندة الأمريكية الفارق الوحيد بين الأجندة الأمريكية والأجندة الفرنسية في لبنان هو في التوقيت وفي الطريقة بمعنى صديقنا في باريز صور أن الأمر هو ورشة فساد يجب التخلص منها وبعض الخلافات داخل المجلس النيابي وبالتالي الفرنسيون عملين شيخ صلح الأمر ليس كذلك والأمر أعمق من ذلك هناك قرار عربي ودولي أدى إلى مقاطعة شاملة للبنان هذا القرار العربي والدولي منبعه وأساسه أن إيران سيطرت على لبنان وأن حزب الله هو الذي يدير الحكومة اللبنانية قبل عملية الانفجار في مرفأ بيروت أدى ذلك إلى مقاطعة عربية ودولية للبنان وعمق أزمته الاقتصادية والمالية والسياسية وبالتالي وقع لبنان في هذه الأزمة انفجرت ثورة 17-20 في ثورة 17-20 انكشف الداخل اللبناني العيوب اللبنانية انكشفت على الخارج الأطراف السياسية المحلية في لبنان أصبحت مكشوفة أمام رعاتها الإقليميين وكان هناك إشارات بأن هؤلاء الرعات الإقليميين قد تخلوا عن وكلائهم المحليين أو أصبحوا غير قادرين على إمدادهم بالدعم بطريقة أوضح وبشكل صحيح دكتور حاصل